السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازيكم يا حبيبي عاملين ايه يا رب تكونوا بخير النهاردة فيديو جديد مليان افكار وتدبير منزلية باذن الله هتنفعك جدا في بيتك صلي كده على النبي عليه افضل السلاة والسلام ومش تنسي يا ست الكل تحطي اللايك وتشترك في قناتي لو انت لسه جديدة عندي عشان باذن الله وصليك مني كل جديد وعبقى تنسي تقولي لي بتشاهديني من اي بلد تعالي بقى نشوف اول فكرة معانا ايه هي تعالي بقى هاتي اي صورة عندك وتعالي هقولك على فكرة بجد تحفة صورة لك انت وجوزك صورة لك انت وخطيبك او صورة لبنتك او ابنك اي صورة عندك حابة ان انت تعملي فيها الفكرة دي هاتيها وتعالي ورا مني اقولك على حاجة حلوة جدا صلي كده على النبي عليه افضل السلاة والسلام وتعالي اقولك هنعمل ايه زي ما انت شايفة كده جبت دبوس من الدبابيس بتاعت الورق وبدأت ان انا احطه في ظهر الصورة بالشكل ده وهتلسقيه كده باي بلاستر او شكرتون بالشكل اللي انتو شايفينه ده لزقتيه كويس جدا تعالي بقى اقولك هنعمل ايه ويتنسي تقولي لي بتشاهديني من اي بلد اه طبعا يساعدني جدا هتروح كده عند التلاجة وتبدأ ان انت تحطي فيها او عليها قطعة مغناطيس بالشكل اللي انتو شايفينه ده وهتلزقي الصورة عليها بالشكل ده بيبقى شكلها حلو جدا وشكل جديد ومحدش هيعرف انت لزقتيها او عملتها ازاي وكمان الصورة بتبقى ورق بجد فكرة حلوة والاول مرة هتشوفيها معايا جربيها بجد تحفى بيبقى شكلها حلوة او في البيت جربيها هتعجبك عندك شفاطة او شلمو تعالي هقولك على فكرة حلوة جدا تعمليها بيه اوعي ترميها هقولك على فكرة بجد هتفيدك وهتنفعك في بيتك هتبدأ ان انت تقصيها بالشكل اللي انتو شايفينه ده يعني اتقصريها شوية كده بس اهم حاجة تحفظي على الحتة اللي هي بتبقى متنية من نص دي ما تقصهاش هيبقى معايا الاشا ليمو بالشكل اللي انتو شايفينه ده هتجيبي بقى كده اي خواتم عندك بالشكل ده وتبدأ ان انت تدخليهم فيها بالشكل اللي انتو شايفينه ده زي ما انت شايفة كده وبكده انت لو انت مسلا بتحب ان انت تخلعي الخواتم بتاعتك وبعدين تلبسيها تاني. اه او لو انت مسلا قاعدة بتاكل ولا حاجة. ممكن ان انت تعملي الحركة دي وتحطيها في الشنطة. لحد ما تخلصي. لو مسلا في مطعم او في اي مكان تاني خارج البيت. فالفكرة دي حلوة جدا هتحافظ لك عليهم علشان ما يضعوش. وبقى تقدر ان انت تحطيهم في الشنطة او في اي مكان. بجد فكرة حلوة وسهلة جدا جرى بيها هتعجبك. تعالي بقى هقول لك على فكرة حلوة جدا هتنفعنا كتير في الشتا وهتوفر لك فلوس كتير وكمان هتوفر لك مجهودك. بفكرة بسيطة جدا هترجع هدومك القديمة هدوم جديدة وكأنك لسه شرياها. لو عندك بتاعك الكوم بتاعه بهوأ كده معاك ووسع بالشكل اللي انت شايفها ده ولا يهمك تعالي هترجعه جديد كأنك لسه شرياة. هتجيبي كده تشغلي الكاتل بتاعك او لو انت مسلا مش عند الكاتل هتحطي كده حلة وتسيبيها لحد مرمية تغلي على النور. وهتبدأي تنزلي وتطلعي في الكوم بالشكل اللي انتو شايفينه ده لحد ما هيلم جدا معاكي وكأنك لسه شرياة حالا. هوريك النتيجة دلوقتي بجد نتيجة انبهرت انا بيها. وبجد الفكرة حلوة جدا. وهقولك كمان ممكن تستخدمي الفكرة دي فق تاني. زي ما انت شايفها الكوم لم جدا معايا طبعا بتنشريه. زي ما هو كده ما بتجيبيش عليه مية تاني لحد ما بينشف وبياخد الحجم بتاع الكوم وبيضغس العادي خالص بعد كده بيدرنه برضو كم ملمون بالشكل اللي انتو شايفينه ده. وكمان ممكن تستخدميه لو عندك الرأبة برضو واسعة بجد الفكرة حلوة جربيها هتعجب. هاتي عصايا سيليكون او خشب او اي حاجة عندك في المطبخ تقدر ان انت تلف عليها فوطة كده صغيرة بالشكل ده. وتعالي هقولك على فكرة حلوة جدا. صلي كده على النبي عليها افضل الصلاة والسلام. ومش تنسي تقولي لي بتشاهديني من اي بلد طبعا اه شيء يسعدني جدا. وتعالي بقى اقولك هنعمل ايه بالعصايا اللي احنا لفنا عليها. وماشى وحطينا كمان استك عليه. تعالي كده عند النيش او عند الدولاب بتاع المطبخ. وبدأ ان انت دخليها بالشكل اللي انتو شايفينه. ده هتنظفي كل المكان اللي انت شايفاه مكان المطبخ نفسه. اللي انت حط عليه الكسات او الكبيات. بدل ما اطلع الكبيات وتدخليها تاني عشان تمسحي كده الطراب اللي بيكون موجود. على الرف نفسه. لا انت هتجيب العصايا وتبدأ ان انت تدخليها بالشكل اللي انتو شايفينه ده. هتمسحي الكباية او الكاس اللي انت حطتيه. وكمان هتمسحي الرف نفسه. بجد الفكرة دي حلوة وهتسهل عليك كتير. جرويها بجد هتعجبك. تعالي بقى يا ست الكل اقولك على فكرة بجد هتنفعك. لو انت عندك نظرة شمس او نظرة نظر بالشكل ده. تعالي هقولك على فكرة حلوة جدا وبجد هتنفعك. صلي كده على النبي. عليها افضل الصلاة والسلام. وتعالي يا ست الكل اقولك هتعملي ايه? لو انت عندك بقى من نظرة شمس او نظرة نظر واللالبة بتاعتها مش موجودة او ضاعة. ومش معاك ما ينفعش ان انت تحطي النظارة في الشنطة كده على طول. لسببين. اول حاجة هتبص تلاقي الازاز بتاعها اتطرب لو انت ملمعي. تاني حاجة هتلاقي الازاز بتاعها تجرح معاك من السستة بتاعت الشنطة او من اي حاجة في الشنطة. فحلها حاجة واحدة. حاجة موجودة في كل بيت. وهتلاقيها متوفرة عندك بكل سهولة. هجيبي كده فردا من الشراب وهتبدأ ان انت تحطيها جوه الشراب بالشكل ده. وهتبدأ ان انت تحطيها في الشنطة. بكده هتحمي النظرة بتاعتك. عمرها ما هتتجرح. ولا تلم طراب من الشنطة. وبجد فكرة حلوة جدا جربيها هتريحك كتير. وبازن اللي هتعجبك. هاتي خيطه ابرة وكمان دبوسه. تعالي هاعلمك على فكرة حلوة جدا. بس الاول. صلي على النبي في الكومنتات عشان كلنا نكسب حسنات. وبازن الله الفكرة هتعجبك. زي ما انت شايفة كده هنجيب الخيط ونبدأ ان احنا نحطه على ادينا بالشكل ده على الصبع بتاعنا. يكون حتة كده منه آآ على الفتحة بتاعت الابرة. وبالشكل ده وهنبتدي ان احنا نطلع الخيط بالدبوس اللي معانا بالشكل اللي انتو شايفينه ده. اسهل طريقة لو الفتحة بتاعت الابرة دايقة عندك. دي اسهل طريقة تلضم بيها الابرة والفتلة. جربها. جربتي قبل كده تعملي الشمع من الكيس البلاستيك. صلي بينا كده على النبي عشان كلنا نكسب حسنات. وتعالي اقول لك اسهل طريقة لو انت ما عندي كيس شمع ممكن تعملي شمع بكل سهولة في البيت. زي ما انت شايفة كده. هاتجيب كيسة وتبدأ ان انت تتنيها على اتنين. وتلف فيها بالشكل اللي انتو شايفينه ده. تحاولي على قد ما تقدر ان انت تنشفي عليها وتخليه سمكها. قد سمك الشمع بالزبط. وهاتي كده اللازق بتاعك وبدأ ان انت اللي فيه على الكيسة بالشكل ده. لازم يبقى السمك بتاع كيسة قد سمك الشمع اللي انت بتدخليها جوه للمسدس بتاع الشمع. وبدأ ان انت دخليها بالشكل اللي انتو شايفينه ده. في مكان الشمع بالزبط. واسيبيها طبعا شوية. لحد ما المسدس بتاع الشمع يسخن ودي النتيجة بجد الفكرة حلوة جدا قمي بسرعة جربيها لو ما عندي كيش شمع وانت بجدة هتدعي لي. هاتي ازازة كبيرة وتعالي هنعمل بها فكرة حلوة. الاول صلي كده على النبي في الكومنتات عشان كلنا نكسب حسنات وتعالي اقول لك هنعمل ايه? هنقص الازازة من تحت بالشكل ده وبعدنا هنضغط عليها بالشكل اللي انتو شايفينه ده وهجيبي مقص ولا اي حاجة وتضغطي عليها كويس جدا من الجناب بالشكل ده. تمام جدا كده. وضغطي عليها برضو من فوق لحد ما تبقى معاكي بالشكل اللي انتو شايفينه ده. تعالي بقى يا ست الكل كده بعد ما تكنسي وتخلصي كل الشقة بتاعتك بالشكل ده طبعا اوقات كتيرة الجروف بيبقى ضايع او مش موجود او مكسور دي بديل للجروف حلو جدا زي ما انت شايفة كده اجربي الفكرة هتعجبك. لو مش لقي مكان تحطي عليه قطعة الخضروات او الفراخ تعالي هقول لك فكرة حلوة جدا. صلي بينا الاول في الكومنتات عشان كلنا نكسب حسنات. وتعالي بقى يا ست الكل اقول لك تحطي القطعة فينا هتفتح الدرج بالشكل ده وهتحطي القطعة زي ما انتو شايفين كده وبكده تكوني حليتي مشكلة المكان بكل سهولة زي ما انت شايفة كده هتحطي القطعة جوة الدرج وبتبقى مكانها ثابت جدا وبتقدر يتقطيع عليها كل حاجة انت عايزيها بكل سهولة طبعا لحد ما بتخلصي كل الوراكي وبتنظفي مطبخك والرخامة طبعا فكرة للطوارئ جربيها بجد هتعجبك. هاتي معلقتين ومشبك وتعالي هقولك على فكرة حلوة بس الاول صلي بينا على النبي في الكومنتات علشان كلنا نكسب حسنات وتعالي هقولك فكرة النواردة بتتكلم عن ايه هتجيبي كده الشمع او لو عندك اي حاجة عندك متوفرة وهتبدأ ان انت تلزقي المعلقة في في المشبك بالشكل ده والناحية التانية برضو المعلقة التانية وتمسكيهم بكويس بيدك لحد ما يتثبته معاك كويس جدا بيبقى شكلهم في الآخر بالشكل ده انت كده عملتي مساكة حلوة جدا للمطبخ بديل المساكة اللي هورها لجديد الوقتي جربيها فكرة بجد حلوة وهتنفعي هاتي قصوفة وخلة اسنان هعلمك على فكرة طحفة صلي بينا على النبي في الكومنتات عشان كلنا نكسب حسنات وتعالي نشوف فكرتنا بتتكلم عن ايه هجيبي قستك وتبدأ ان انت تلفية على خلة الاسنان بالشكل اللي انتو شايفينه ده لحد ما القستك كله يتلف على الخلة بالشكل ده بالضبط كده تعالي بقى يا ست الكل نشوف هنستخدمها لايه هتجيبي القصوفة وتبدأ ان انت تحطيها جوه القصوفة بالشكل ده طب احنا بنعمل كده ليه لو انت عندك اطفال وحب ان انت تقصرهم ضوفرهم الطريقة دي امنة جدا وسهلة عشان خاطر ما تدخليش القصوفة جوه اوف ضوفرهم وتعوريهم جربي الفكرة دي بجد حلوة حطي الاستك في المقبض بتاع المطبخ وروقي على حالك زي ما انت شايفة كده هنمسك الاستك بتاعنا وهنبتدي ان احنا نحطه في مقبض المطبخ بالشكل اللي انتو شايفينه ده طبعا كستات بيوت بيبقى نص عادتنا في المطبخ فابنبقى متضايقين كده تعالي هقولك بقى على فكرة حلوة جدا هتسليكي وانت وقفة في المطبخ وهتنبسطي وهتبقي فرحانة جدا وانت وقفة في المطبخ زي ما انت شايفين كده حطيت الاستك ودقت ان انا اسبت بين موبايل بالشكل ده تشغلي بقى اي حاجة نفسك فيها هتتفرج عليها بكل سهولة